مشاهدين التساع صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع فاطيمة خليل فضلي فاطيمة شكرا جمانا التساع صباحا بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل وزارة الخارجية متابعة أحوال المصريين الموجودين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار دانيال وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة في بنغازي أوضحت وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل ولاتمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحة وكذلك التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة كما تعمل القنصلية المصرية على تنسيق مع سلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للنجينة في تلك المراكز هذا وتحركت القنصلية للإطمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي كما تنسق في بنغازي حاليا مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد وإصدار وثائق صفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد هذا وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين لابتعاد عن المناطق المنكوبة نظرا لاحتمالات تفشي الأوبئة يتوجه وزير الخارجية سامح شكر اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجماعة العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ فعليتها في الثامن عشر من سبتمبر الجاري وأوضحت وزارة الخارجية أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن المشاركة في عدد من القمم والفعليات رفعة المستوى ذات الأهمية الخاصة حيث يلقي كلمة مصر أمام الجماعات العامة للأمم المتحدة يوم الثالثة أول عشرين من سبتمبر ويشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخية كما يترأس وزير الخارجية لاجتماع الوزرية حول الخسائر والأضرار وكذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زلنسكي الخامس المقبل في البيت الأبيض وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه من المتوقع أيضا أن يجتمع زلنسكي مع زعماء بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن ألنت بولندا وسلباكيا والمغر فرض قيود على وردات الحبوب الأوكرانية بعد أن قررت المفاوضية الأوروبية عدم تمديد حضرها على الوردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وقال المفاوض التجاري للاتحاد الأوروبي إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد وردات الحبوب الأوكرانية لأن بولندا وسلباكيا والمغر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على وردات الحبوب الأوكرانية لكنها أعلنت استمرار السماح بعبور المنتجات الأوكرانية استعرض وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونجوان صواريخ كينجال الفرط الصوتية الروسية وثلاثة طارات استراتيجية كان الزعيم الكوري شمالي كيم جونجوان قد وصل في وقت سابق إلى مدينة فلادي بيوسك في أقصى الشرق الروسي كما تفقد كيم جونجوان مصنع طارات المقاتل الروسي الخاض على عقبة غربية هذو أبدأ إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا طاران روسية متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة أفدت وسائل أعلام روسية أن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود محليا أوضحت وسائل الإعلام أن من بين الخيارات الأخرى الخضاء على الدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولار للطن مشيرة إلى أن هذه الرسوم سيجرى إعادة دفعها إلى الشركات التي تمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية انطلقت قمة مجموعة 77 زائد الصين في العاصمة الكوبية هافانا والتي تستمر لمدة يومين تحت شعار تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا الابتكار بحضور رؤساء دول وحكومات مجموعة 77 زائد الصين يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في أعمال القمة التي ستركز على مناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية والتحديات التي تواجه الدول النامية في تقيق التقدم العلمي والتكنولوجي كما يبحثون مشكلات تتعلق بتداعيات وباء كورونا وارتفاع أسعار الغداء والطاقة وتقلبات الأسواق وتضخم وأعباء ديون وتغير المناخ والتوترات والصراعات الجيوسياسية التي تنشأ في مناطق متعددة من العالم خسر الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر الأفريقية بعد الهزيمة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف النظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف سجل هدف اتحاد العاصمة والمباراة الوحيد اللاعب زين الدين بلعيد في الدقيقة الثالثة والأربعين من ركلة جزاء ليتوج فريقه بالسوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه تعد هذه الخسارة الثالثة للأهلي في السوبر الأفريقي بعد خسارة اللقب عامي 1994 و2015 نهاية مجزة تساعم التلفزيون المصري عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يموصل لكن بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر